السلام عليكم سعيد أنا بلقائكم بهذا العدد الجديد من رأي القانون نتواصل فيه عبر السؤال والجواب لا تترددوا في الاتصال بنا على الرقم الظاهر أسفل الشاشة أول اتصال ألو مساء الخير مساء الخير أستاذ شكرا الحمد لله شكرا معنا لابا زرق من سالم تفضل سي سالم عندي أستاذ عندي وحدة الأر تعلال جوز مع أخا وثم وش طول حقها وش من ولاية هذه اشلف الحق يأخذ إذا لم يعطى يأخذ بمعنى أنه إذا طولوا عليها ما طواش حقها ونعرف بأن الأمر هذا عنده عشرات سنين عنده تسع سنين من عدم تشيباني لا يرحمه تعبابا نعم وهم رمسكتين وهم سكتين كيتروح لهم ما يبغوش ما يبغوش ما يبغوش قاعد يستعرفوا وانا على باك يبغيت نجي المؤمن مالك يقولوا حتى ما يحبوش كيتجي مختم للدار ما يحبوش والله 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 يا أستاذ لدورك حاضر نعم أنا عارف هذا القضايا وانا متأسف جدا أنه يوصل لحالة المجتمع إلى هذا الأمر يعني كل شي يبين الأب توفى معروفة الولاد اللي خلا معروفين القسمة كل واحد وش حالي دي معروفة الأرض معروفة كل شي معروف ولكن طمع كما يقولوا يفرق بين الإخوة ويفرق بين بين كل أشخاص حتى لو كنت بينهم عشرة سنين يعني هذا هذا واقع الآن أمام هذا الوضع أنا دائما كي يجي و الناس يسألوا لي يقولوا روح للمحكمة ما عندك شحل الناس أنا محبوش يفهموا والله بعبارة أخرى تسمح لي نقول لك أحيانا كي الناس ما يستحيوش على 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 الأقل رحمة المرحوم اللي توفى وخلالهم هذا الرزق وخلالهم إخوة وأخوات يعني يقسموها وتكفي كل إنسان يعني إذا خلا ألف متر تكفي كل إنسان يضحقه وخلاص ينتهي الأمر ويبقى أحبا ويبقى أولادهم أحب الآن راح تخلق العدوى بيناتهم وتخلق العدوى تنتقل العدوى لولادهم هو هو ما نقاط أكش والهدراء أستاذ ويشك أنهم تبغلوا تشروعوا علي يشروعوا علي أنا ما عندي شل الله نعم أنا ما يشروعوا إليها هم يحبوا يديه هم يحبوا يديه كما قلت نعم هي حبوا يديه ويكونوا يصيبوا كيفش نحولها الورقة تحامل من الدفتر العائلي نحوها نعم الآن أنتو ما عندكم وثائق الملكية أخلاص الفريضة كينا الفريضة الفريضة في الحقيقة على بك وحدة الخضرة مشينا مع أختها وحدة ماتت التوهفات اللي يرحمها يحلوا محلها ولادها نحن يديروا في اسم ولادها نعم يأتي ولادها الآن ولادها وزوجها و تروحوا تروحوا الموثق و ديروا الفريضة حتى إذا الإخوة والأخوة المحبوش يأتي وتقدروا تديرهم في الفريضة لأن الفريضة بينها لكي لا تروحوا للعدلة تطلبوا الفريضة عن طريق العدلة ضيعوا الوقت تروحوا تديروا الفريضة وديروا عقود الملكية وطلبوا تعيين خبير لكي يقسم الأمر يأخذ وقت يأخذ سنوات لكي الإنسان يكون صريح معكم وهذا هو المجال العقاري يأخذ سنوات ولكن في الأخير تقدروا إذا كانت هذا الأرض مستغلة أيضا تقدروا لهم قضية نتيجة الاستغلال الغير شرعي يعني يستغلوا في الأرض هي ملك الجماعة وما يستغلوا فيها شخص أو اثنين يستغلوا فيها وحدهم إذا كانت تقولوا أرض زراعية أو صناعية أو أي أرض أخرى والله محلات تجارية لا يقبلوا إطلاقا أن يستفيد منها أحد الورثة والباقي الورثة لا يستفيدون ولكن على الأشخاص لا يستفيدون أنهم يدروا دعاوي قضائية خلاص هذا الناس ما نقدرش نقول لك ولكن الإنسان اللي ما يفهم شو رحو مع أنت خرج للعيب مباشرة الآن ما بقاش إذا الميراث هذا أنا من الناس اللي يقولوا لا تنزل على الميراث ما تقول ليش أنا هذا خيان خليه الميراث تعيلي أبدا لأنه لكون جخوك هو لكون هو عيط لك يقول لك نعطيك حقك هو هو ما حسبكش إذن نروح للمحكمة رفعوا دعوات ديروا الفريضة أولا عندهم موثق تصلوا بموثق وإن الوثيقة المطلوبة أعطيوا لشاهدة الوفاة تعالي الأب تحق يكونوا زوج شهود يشاهدوا على الوفاة وفي الفريضة ومن بعد يدروا لكم تنزيل تعالى الأشخاص كل واحد بالنصيب نتعو وجوبوا العقود وروحوا للمحكمة وديوا حقهم بالقانون اديوا حقهم بالقانون لأن بعض الأشخاص سمحهم الله مفهموش إلا بقوة القانون يعني ما يفعش معهم الجاه ما يفعش معهم الكلام الطيب والكلام اللي لازم يعني هذا هو الحالتاكم نظن بأن الأمر مفهوم أنا نتحدث عن حالة ولكن متأكد بأن من بين المشاهدين عشرات أو مئات أو آلاف الحالات أنا شخصيا صادف كثير من الحالات وأن المرأة لا تأخذ حقها كما يجب في المرأة أولا نتيجة تسطر الإخوة عن هذه الحقوق يعني ما يعلموش الأخت وش كين وش مكانش ما يعلموها ولا شي إذا حنوا قلوبهم يعطيها بعض الدنانير باش تسكت بعض الدنانير وهو الجزء الكبير يديه ويديه لولاده ويديه للأهل ويديه العائلته وكأن هو الوريث الوحيد والله كأنه وريث ممتاز يعني غير أنا لنورث وغير أنا نقسم كما نحب هذا ما وش رزقك هذا رزق الأبتاك يعني الأب هو ليخل أنت إذا حبيت تكون صح كما لازم دير وش دير الأبتاك تثني دير رزق لولادك ولكن رزق الناس ما تأخذوش أنت لا يقبله شرعا ولا قانونا هذا الرزق ليخاطيك تعبابك انتقل ليك ينتقل إلى الأختك وينتقل إلى زوج لأبتاك وينتقل إلى أمك إذا كانت حية وينتقل إلى أختك أيضا الآن كان بعض الناس عندهم أصل يروح للأخت ويقول لها أنا نشرع لك هذا المال لأبتاك ويعطيها أموالها ما يحقر يعطيها أموالها حقيقة يعني ما ينقص لاش من أموالها يعطي لها وينتهي الأمر هي راضية هو راضية وينتهي الأمر ولكن أنك تستحوذ على كل شي ويستغل كل شي ويستغله ولادك وكأن أختك ما عندهش أبناء وكأن المتوفي ليخلى الأموال ولا خلى القطع الأرضية ولا ليخلى المصانع ولا ليخلى واش خلى وكأن أبناء بنته ما همش أحفاده يعني أحفاده فقط هم أبناء الإبن أبدا وإطلاقا ما كانش شريعة تقبل هذه الأفعال هذا طمع وسلوك إنساني مرفوض ومؤسف جدا أن في كل مرة تحدثوا على هذا الموضوع لأننا في سنة 2013 نظن بأن العقول تفتحت ما يبقاش فيها مجال لهذه الذهنيات التي تعتقد دائما بأن الحق معاه هو وبأنه مراث أملك غيره اللي هي أملك الأبتاء هو اللي يقسمها بحسب مزاجه والله بحسب الرضاه يعني إذا كانت عنده أخت راضي عليها يعطيها إذا كانت عنده أخت مش راضي عليها ما يعطيهاش أبدا الشرع واضح والقانون واضح والأجال واضحة يعني توفى أب بعد عشر سنوات ولا بعد عشرين سنة أحيانا أكثر يعني خمسين سنة ولا قسمة ولا حديث عن المراث كل الأشخاص اللي حطين يدهم على المراث راضيين وسكتين مؤسف وغير مقبول للمرة الأخيرة ما نتصر آخر أولو 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 مساء الخير السلام عليكم مساء الخير وعليكم السلام مرحبا بك سباز الحمد لله طالح الحمد لله أخ الكريم قنا في النهر أنا عم شكرا معنا الأخ أنا معك عبد الكريم عبد الكريم للأسد أتفضل سيئة عبد الكريم أنني اسمع فيك أستاذ الكريم عندي أحد الموضوع وهو قضية الميرات نعم يقول باللي حجري دروخ راهو يسأل يساف تاريكة عنها وش يقول يقول باللي صادر الحجري الوالد ليكو متوسيبوه مقابل جدو يجبوه يدير التنزيل تنزيل ولكن بشروط ولكن بشروط نعم أستاذ الكريم دروك الوالد ساعي توفى قبل جدي توفى قبل جدك وانتما الورثاء عمومكم وعماماتكم ما حبوشي ورثوكم عموميك شوال الخرونة شوال الموتك مما الجدي ودفعوا شهدة وافات برك ساع الوالد ساعي لا أنا قلت لك هما ما حبوش يورثوكم يعني كاين وين عمام وعمامات يعرفوا باللي عندهم ولا دخوهم ما عندهم شي يتصلوا بهم ويورثوهم معهم يعني وديين يورثوهم أستاذ الكريم أنا بغيت نظر مع هذا الموضوع دروك أنا هذه القادية الساعي دخلت في النزا دخلت في القضاء نعم دروك أستاذ الكريم دروك أنا رفعت دعوة سمي سكتات الناس اختصاص ومسكتات الناس كما قلوا محاميين وهذه قالوا لي من اللي تقدر تعود ترفع قدير الشكوى من دير الشكوى أنت تروح القاضي شوال الأسرة سمح لي فهمك تروح القاضي شوال الأسرة ترفع دعوة من أجل القضاء بالتنزيل المدعين اللي هم أنتا والإخوة الأخوة وأنتاك ما كان مورثهم لو كان حيا يعني القانون يتحدث قانون الأصل يتحدث أنه يجب التنزيل يجب يجب التنزيل لازم لتنزل إذا توفرت شروط ما يكونش وصلكم ما يكونش ورثتهم من الأب وأم إن كان أصلا وعندكم أيضا التنزيل لا يكونوا في حدود ثلث لا يتجاوز ثلث التركة صحا كان شروط ولكن المهم في كل حاجة لازم تتنزلوا بحكم قضائي لازم تروحوا للقاضي أنا أعملت أستاذ الكريم شروط ومش دركة القاضية؟ ومش خرج حكم؟ شروط أنا صحف الفاريضة على طريق قسمه النوتاء نعم وداريت صحيح الفاريضة دارنا تنزيل نعم أستاذ الكريم النوتاء قسمنا قسمنا كشغل التاريكة التعنام ما هيش مبنية على تولك كأنه الوالد التعنام راحي تقولي يبقى شكل الوارث الوارثتاكم حي انت هذا الجدك اللي تورث منه جدك نعم جدك اللي توفى الوالد التعني اللي توفى نعم جدك مقبل الجد وجدك توفى عوض الوارثتا تطرفه دارو شهدات التلقية وتطرفه في التاريكة يعني انت الأبتاك توفى قبل جدك ايه وبسحنا القانون قالوا نتال الأسراء يطابق على كل 1984 انتما هذا القصة وقتا شو وقعت الوفاة تذي؟ احنا أنا جدي توفى في 98 98 98 والوالد التعين ما في 84 84 ذلك نشرح لك كان مشكلة الآن الآن كان مشكلة اه تبع معي نشرح لك لا يعني قبل صدور قانون أسرة أحسنة 1884 كان قانون المدني هو الذي ينظم هذه الشؤون فيما يتعلق بالتنزين ما كانش كنا النصوص اخلق مشكل في كل مرة نقولوه كان بمناسبة قضايا الشهداء رحمهم الله لتوفهوا قبل أباء انتحم كان المشكلة انهم ما يقدرونش يورثولي انه ما كانش تنزيل جاء قانون أسرة أحسنة 1984 وجاء قانون الأمر المعدل والمتمم لقانون أسرة 1984 2005 وضح اكثر في باب اسمه باب التنزيل في ثلث او اربع مواد يوضح جيداً معنى التنزيل ووجوبية التنزيل والشروط التي لابد أن تتوفرها في التنزيل ذكرناها لك الآن الآن إذا كانت القضية ترجعي سنة 1984 نظل بأن الأمر صعب بعض الشيء إذا كانت بعد 2005 أصبحت كل الأحكام القضايا وأغلبها تمشي إلى التنزيل بشروط وأنا شفت كثير من القضايا حتى التي رفضت على مستوى المجلس القضائية تعرضت لها المحكمة العليا وعودت فرضة التنزيل على أساس أنه أصبح فلسفة مستمدة من الشريعة الإسلامية ومنصوص عليها في قانون الأسرة بشروط قلنا الشروط هذه أن حجم التاركة مع التنزيل ما يتعدش حد معين اللي هو لا يتجاوز ثلث التاركة وعدة شروط أخرى ما يكونش ورثه ما تكونش كينة وصية ما يكونش بعض الشروط ربما الشكلية وبعض الشروط الموضوعية الموجودة في قانون الأسرة وتحدثنا عليها في أكثر مئة مناسبة المهم أنه المبدأ العام أن التنزيل موجود والتنزيل واجب فرضه في الأحكام القضائية متى توفرت الشروط المنصوص عليها في قانون الأسرة ولا يقبل في القانون أي تفسير في الأحكام القضائية أنا شفت وين أحكام يقولوا أن أبناء البنت لا يريثون بالتنزيل أبناء الولد يقولوا لأبناء البنت مستثنون أبدا أبناء البنت وأبناء الإبن هم نفسهم هم ورثا يحق التنزيل لأن الإسلام لا يفرقوا بين المرأة والرجل في أحكام المرأة ما عدا في الأنصب ولكن فيما يخص مصدر الحق هو نفسه لذلك نظل وجب الاهتمام بهذا الموضوع أكثر لأن كثير من الأشخاص ما يعرفوش التنزيل ما يعرفوش شروط التنزيل ما يعرفوش هل عندهم الحق يروحوا للمحكمة أو لا عندكم الحق ولكن بشروط نصل إلى ختم عدد اليوم من برنامج رأي القانون نلتقي إن شاء الله في العدد القادم في انتظار أسئلتكم واستشاراتكم سنكون بإذن الله عند حسن ظنكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء